يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 والفرحة حلوة وإحنا مبسوطين وفرحانين وفخورين جداً جداً برجالتنا النهاردة الأداء أسطوري هتقول لي أداء أسطوري؟ ده السنغال كانت بتهاجمنا ده السنغال اللي كانت مسيطرة على الكرة أيوة بالرجولة والحماس والروح اللي كنت بتكلم مع حضراتكم فيه خلال الأيام اللي فاتت كلها كنا لينا الخطوة الزيادة لينا الأفضلية في النتيجة إحنا بنلاعب منتخب في منتهى القوة في كل عناصره على فكرة إحنا ملعبناش منتخب أفريقيا قبل كده أقوى من منتخب السنغال تقول لي يا سلام يعني كنت دي بورده رجبة ولا الكاميرو نسمو لقيته دور كانوا أقل من منتخب السنغال اللي باتي أيوة يا فندم ليه؟ عشان السنغال الخطوط بتاعتها كلها فيها لعبة عظيمة إحنا كنا دايماً لبني لعب منتخب أفريقيا عنده هجوم قوة جداً بيبقى دفاعه تعبان دفاعه سيء وبتلعب مع كوليبالي مدافع نابولي وبتلعب مع أفضل حارس في العالم ده خط الدفاع بتاع منتخب السنغال مش كلمك بقى على وسط الملعب اللي فيه لعيبة من لستر سيتي ومن باريس سان جيرمان وسادي ومانيه ولعيب من واتفورد تشكيلة العالم منتخب العالم ما بتلعبش منتخب أفريقيا طبيعي ورغم كده كالعادة منتخب مصر ما فيش حاجة اسمها قدامه أصلاً منتخب كوه هيقدر علينا نقدر عليه بالروح والقلب بكل اللعيبة النهاردة امتياز كل اللعيبة النهاردة كانوا رجالة كل اللعيبة النهاردة كانوا أداءهم أسطوري بالمعنى الحرفي للكلمة وأنا كنت هنا في الأيام اللي فقدت قلت لك أهم حاجة بالنسبالي والمكسب العظيم بالنسبالي إن احنا ما يخشش فينا هدف الكهرة حتى لو فوزنا 1-0 هتبقى نتيجة عظيمة ونتيجة كبيرة ليه نتيجة عظيمة وكبيرة؟ أولاً أنت قلت للمنتخب السنغالي المنتخب القوى جداً أنت منتخب يهزم هزمت منتخب السنغال شككته في نفسه أدي أول ضغط ثاني ضغط المباراة اللي جاية هيلعب على أرضه وملعبه وسط جماهيره هو مضغوط جداً بسبب هذه الهزيمة ثالث ضغط هو بقى مطالب في المباراة اللي جاية أنه يخرج من مناطقه من الثانية الأولى مش هيلعب بأداء متوازن هيتطر يهجمك بمنطقة القوى ودي فرصة عظيمة جداً أن احنا نعرف نخطف هدف من هجمة مرتدة كل الأمور كويسة وكل الأمور في صالحنا الحمد لله خطوة أولى ناجحة رائعة رائعة أنا النهاردة يعني كنت عمال أقول بلاش تروح عند الجول خلونا بحافظين على الهدف ده أهم حاجة حصلت النهاردة وأهم نجاح قبل الهدف اللي سجلناه هو أن ما فيش هدف دخل مرمانا